اشتركوا في القناة حصلت حالات فيها عنف في الشارع او تحرش ووجدوا عناصر معها اسلحة بيضاء او يعني متوقع متحرش ده مش هيكون شخص يعني ملتزم اوي او هينصع للنصيحة وهايشعر بالخجل والحياء ويلتزم لو حد لافت نظره هتتصرفه ازاي بلاش نقول تفاصيل لكن هل انتوا عارفين نكو عرضة لعنف محتمل او مخاطر لو تصديته المتحرشين طول الوقت المتطوعين والمتطوعات تحدين هما بينزلوا الميداني يبشروا اعمال التوعية والرصد والتوسيق بيتعرضوا يعني المشاكل الاحتكاكات هما بيتعاملوا مع المسألة احنا معنين بانقاذ الفتام من الانتهاك فبعض المتحرشين بياخد المسألة بواقع الذكوري اكتر منطق البنت دي معايا انا فانتوا مين عشان تاخدوها وخاصة لو اللي بتقود عملية الانقاذ بنت كمان لان جزء اصيل في مسألة تلاحم في الاشتباء اللي تحضنها او تحتويها او تقول لها الطميني ما تخافيش بنت زيها فبيكونوا شايفين اللي بتقود المجموعة بالغالب هي فتاة فازاي بنت يعني تيجي تعلم عليهم بالمعنى الدارك في الشارع بس يعني جميع المتطوعات والمتطوعين على دراية جدا بالمسائل اللي من الامور دي ومؤهلين يعني بيخضعوا تدريبات دفاع عن النفس بيخضعوا تدريبات تواصل واتصال طول الوقت كمان سلاحهم الاهم هو التوعية وانهما جادرين للقيام بحوار مجتمعي او دي بيت في الشارع ومناظرات مع الجماهير فبيقدروا يخلقوا مساحا من الكبول بس انتم مخجين نوع من الغطاء العدد الكافي يعني مش قصدي بس الامن الامن بدأنا بيها ودي امر طبعا لازم يقفيه تواجد امني في الشارع لكن انتم كهيئة تطوعية او جهة او حركة او مبادرة تقوم على تطوع مدنيين مواطنين اعتقد انكم لازم يبقى عندكم كمان حماية بان عددكم ما يبقاش قليل احنا معنيين بالكيف اكتر من الكن يعني احنا بنفضل وجود مجموعة من خمس عناصر او عشر عناصر مؤهلين جيدا للتعامل مع الوقاقة افضل ما اقول يعني المجموعة مية وما بيعملوش حاجة مية وما بيعملوش حاجة طيب سؤال ربنا يدرك فيهم زي ما هم سؤال اخير الدكتورة ايزيس محمود حافظ يعني انا طول عمري نفسي اسأل السؤال ده لشخصية من السيدات العاملات في هذا الحقل الهم جدا وهو حقوق المرأة انتم من فئة راقية جدا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وتعليميا حضرتك السفيرة ميرفاة التلاوي كل الكوادر العاملة في هذا المجال ما هي حلقة الوصل الموجودة بينك وبين الكثير من النساء المصريات اللي هم تحت خط الفقر واللي هم على مستوى اقل كثيرا في التعليم وثقافة يعني وصولا لابسط سيدة لا يعني لا تعرف شي عن القراءة والكتابة ولم تخرج برا القرية بتاعتها في حياتها حلقة الوصل هي المجلس القومي للمرأة من النهاية لكن انا بس يعني سؤالك شايق الحقيقة فعلا كانت في فترة ما ويمكن لسه ممتدة انه القيادات النسائية اللي موجودة على الساحة هي هيها مش بتتغير يعني ما بتجدتش في نفسها النخبة من النساء القيادات النسائية مش بتتغير لكن يمكن ده الاسباب مختلفة خلينا نقول انه الدولة في بعض الاحيان كانت هي بتركز على دول شايفاهم اللي اقمن بالنسبة لها وهركز مثلا على فكرة السيدات اللي كانوا موجودين في عهد السابق في مجلس الشعب والشورى كانوا بيتغيروش هم 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 كل الوقت لما تحاول انت تدفع بشخصيات جديدة يقولك لا دول امنين دي مقاعد امنة ما اقدرش يعني اسبها لكن الحقيقة المحافظات مليانة وعندنا في المجلس قومي للمرأة هاخد اياه واحدة بس عندنا في المجلس قومي للمرأة في فروعنا في المحافظات في سيدات كتير جدا القيادات النسائية يعني تنفع تبقى هي توصل بس مشكلتهم الاعلام مش مصلت عليهم بشكل كافي عندنا مثلا في مصر في كانت رئيسة مرفق مياه كانت سيدة سيدة رئيسة هيئة النقل العام نائبات المحافظات المحافظين ورئيسات المدر يعني فيه ستات لكن يمكن هما ما دخلوش المجال العام والمتسلط عليهم بشكل كبير لكن يعني أأمن اللي في المرحلة الجاية تبقى النخبة تجدد نفسها وتصل لكل الفئات وكل المجتمعات أنا آسف أن وقتنا انتهى وربما يتسع في حلقتنا اللي جاية للمزيد من الموضوعات بشكركم جدا الأستاذة الدكتورة إيزيس محمود حافظ مدير إدارة الجانب المجلس قومي للمرأة شكرا جزيلا كل سنة وحضيك طيبة شكرا للأستاذ فتحي فريد منصق عام مبادرة شفتة حرش شكرا جزيلا كل سنة وحضيك طيبة شاهدينا نهاية هذه التغطية في بث مباشر نستقبل جميعا بإذن الله في مصر وفي كل ربوع العالم العربي والإسلامي والمسلمون في كل مكان في العالم يستقبلون بعد ساعات أول أيام عيد الأطحى المبارك عاده الله علينا جميعا إن شاء الله باليوم والبركات كل سنة وحضراتكم طيبين إلى اللقاء اشتركوا في القناة